أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله أطل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نسل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أنثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضب اللقاب حتى إذا أفخنتموهم فشثوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدمكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوا لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي أعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبل لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسطوا ماء حميما فقطع أنعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهددوا زادهم هدى والذين اهددوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا أن لن يخرج الله أقوانهم ولولا الشباء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ألا تعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم وليبلونكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبلو أخباركم إن الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيهدط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصفوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعبوا ولهوا وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم مموالكم إن يسألكم ما فيحفكم تبخنوا ويخرج أضغالكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أنثى لكم